اهلا بكم الى مجاز لأهم الانباء يشارك وزير الخارجي الجزائري رمضان العمامر بنيورك على رأس وفد هام في اشغال الاجتماعات رفعة المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم الثلاثاء ومن المنتظر ان يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية محادثات معالمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انتونيو جوتريش ومع اطارات سامية اخرى بالمنطقة وكذا مع العديد من نظرائه المشاركين في اشغال هذه الدورة التي تأتي في ظرف يتميز بتوترات خطيرة في العلاقات الدولية في ظل الحرب في اوكرانيا وانعكاسات جائحة كوفيد 19 ومن المرتقبي ان تعقد خلال الدورة عدة اجتماعات رفعة المستوى حول اهم القضايا الراهنة في مجال السلم والامن والحوكمة والتنمية المستدامة تستجوب النيابة العامة تونسية ظهر اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حضر الاثنين امامها مع نائبه رئيس الحكومة الاسبق علي العريض للتحقيق معهما في تهام تتعلق بتسفير جهاديين من تونس الى سوريا والعراق ونقلت وسائل اعلام عن وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سامير ديل قوله ان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب لم تستمع الى الغنوشي وقررت تأجيل استنطاقه الى ظهر ثلاثاء بينما قررت التحفظ على العريض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته لساعات دعا البنك الدولي في تقرير نشر الاثنين دول الساحل الخمس مالي والنيجر وبوركينفاسو والشاد وموريتانيا دعاها الى تسريع وطيرة اصلاحاتها الهيكلية لتنويع اقتصاداتها بهدف الحد من تداعية التغير المناخي وحذر البنك في تقريره من ان التغير المناخي يفاقم التوترات في دول الساحل وان المنطقة هي احدى اكثر مناطق العالم عرضة للجفاف الشديد والفيضانات وموجات الحرارة والاثار الاخرى المرتبطة بالتغير المناخي مشيرا الى ان التقديرات هي ان تزداد درجات الحرارة في هذه المنطقة بمقدار درجتين بحلول العام الفين واربعين الغت غينيا الاستوائية الاثنين عقوبة الاعدام عقب اصدار رئيس البلاد قانونا في هذا الشأن وقال التلفزيون المحلي الرسمي ان عقوبة الاعدام الغيت تماما في جمهورية غينيا الاستوائية مشيرا الى ان رئيس الجمهورية وقع قانون العقوبات الجديد المتضمن هذا التعديل بينما نشر نائب الرئيس على حسابه في موقع تويتر نص القانون الجديد الذي سبق وان اقره البرلمان وسيدخل حيز التنفيذ خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بحسب دستور البلاد قال وزير الخارجي المجاري بيتر سيارتو ثلاثا ان على الاتحاد الاوروبي عدم التفكير في فرض عقوبات جديدة على روسيا لان ذلك لن يؤدي الا الى تعميق ازمة امدادات الطاقة والحاق الضرر باوروبا واضف سيارتو في بيان انه سيتعين على الاتحاد الاوروبي التوقف عن ذكر حزمة ثامنة من العقوبات مشيرا الى ان فرض اجراءات ضعيفة لن يؤدي الا الى تعميق ازمة امدادات الطاقة قال الجيش البريطاني ثلاثا ان اسطول البحر الاسود الروسي نقل بعض غواصاته من ميناء سيفاسدوبول في شبه جزيرة القرم الى نوفوروسيسك بجنوب روسيا وذكرت وزارة الدفاع على تويتر ان عملية النقل ترجع على الارجح الى التغير في مستوى التهديد الامني المحلي في الاونات الاخيرة في مواجهة زيادة القدرة الهجومية بعيدة المدى لأوكرانيا ختام الموجز للمزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصات رقمية ظاهرة اسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الالكتروني لقناة الجزائر الدولية الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر